كان يا مكان أحد الحكام الظلمة أمر باعتقال مواطن وحبس انفراديا في زنزانة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة دون أي سبب غضب المواطن وظل يرك الباب الزنزانة ويصرخ أنا بريء لماذا تم اعتقالي أنا بريء لماذا وضعتوني في السجن ولأنه تجرأ ورفع صوته قائلا أنا بريء وأحدث بعض الضجيج أتت الأوامر بنقله إلى زنزانة مساحتها متر مربع واحد فقط عرض صراخه لكن هذه المرة لم يقل أنا بريء وإنما قال حرام تسجنوني في زنزانة لا يمكنني النوم فيها إلا جالسا صراخ المواطن مرة أخرى أزعج السجان فأمر الأخير بإدخال تسعة سجناء آخرين معه في نفس الزنزانة ولأن الوضع أصبح غير محتمل نادى المساجين العشر مستغيثين هذا الأمر غير مقبول كيف لعشرة أشخاص أن يحشروا في زنزانة مساحتها متر مربع واحد هكذا سنختنق ونموت أرجوكم إنقلوا خمسة منين على أل زنزانة تانية فما كان من السجان الذي غضب منهم كثيرا بسبب صوتهم المرتفع إلا أن أمر بإدخال خنزير في زنزانتهم وتركوا يعيش بينهم جن جنون هؤلاء المساكين وأخذوا يرددون كيف سنعيش مع هذا الحيوان القذر في زنزانة واحدة شكله مقزز رائحة فضلاته التي ملأت المكان تقتلنا أرجوكم أرجوكم لا نريد سوى إخراجه من هنا فأمر الحاكم السجان بإخراج الخنزير وتنظيف الزنزانة لهم وبعد أيام مر عليهم وسألهم عن أحوالهم فقالوا حمدا لله لقد انتهت جميع مشاكلنا هكذا تحولت القضية إلى المطالبة بإخراج الخنزير من السجن فقط ونسيت القضية الرئيسية نسيت قضية مساحة السجن والقضية التي قبلها والقضية التي قبلها حتى أن المساجين نفسهم نسيوا هم تحبسوا ليه وهكذا يتم نسيانك أو يحاول ينسوك القضية الرئيسية اللي موجودة أساسا بقضايا أخرى لتلتهي بها عنهم